السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة قولة سنوي اهلا بيكو في هومورك الكربوهايدريت الجزء الخاص بالمعصر اول سؤال يا شباب بيقول لك ايه؟ عدد الكربون والهايدورجين والاكسجين في الكربوهايدريت بتاعتنا. تمام? خلي بالك من الحيط دي. تعال نحدد بالروح. الشجر ال ده راجل بص كده اهو. اول كولوم ده عنده خمسة كربون وعنده خمسة اكسجين وعنده عشرة راجل بيقول لك يعني من الاخر ده سكر الرايبوز. اللي هو سي فايف اتش تن او فايف. عرفت من ايه? عرفت من الجيفن هو قيل لك ان ده الكربون السكن ده الهايدورجين السيرد ده الاكسجين. فانا فاهم ان ده كده الرايبوز شكر. هو بيسألك ايه بقى? يقول لك نريد نسبة الكربون للاكسجين للهايدورجين. طب الكربون خمسة والاكسجين خمسة والهايدورجين عشر. يبقى معنا كده بتاعتي كم? او عايل منك يتسوح ويقول لك ايه? يا مستر نسبة الكربوهايدوريت ايوة صح? لو انا عايز الكربون للهايدورجين للأكسجين يبقى النسبة لكن انا بقول لك نسبة الكربون للأكسجين للهايدورجين يبقى النسبة. ماشي امعلم? ع نفس الفكرة برضو. وتشوف زفالة انت راجل عارف ان الديساكرايد عدد الكربون بتاعهم من من ها فوق الستة لاتناشر يعني من سبعة لاتناشر عدد الديساكرايد كربون من سبعة لاتناشر. طيب انا هنا مين عنده ازيد من سيفن كربون وصل للاتناشر اللي هو الوار اهو لو اخد بالك الواي عدد الكربون بتاعه تولف يبقى ده الديساكرايد. لكن لو انت واخد بالك الاكس عدد الكربون بتاعه ستة ده مونوساكرايد. الباقيين زد برضو عدد الكربون بتاعه ستة يبقى ده مونوساكرايد. ال عدد الكربون بتاعه خمسة. يبقى ده ايه يا صنعته? يبقى الوحيد الديساكرايد هنا عندي الايه? الواي. انت عارف ان اكتر سكر الخلية بتستخدمه في انتاج الطاقة هو سكر الجليكوز. وسكر الجليكوز ده يا باشا سكر الجليكوز ده السكر اللي عنده ستة. ستة كاربون اللي رمزه. ايه يا صنعته? ده سكر الجليكوز اللي هو المصدر الغني بالايه? بالطاقة وانت عارف ان كل جليكوز بيطلع عدد محترم من الاي تي بي. السؤال برضو على نفس الفكرة. ايه بقى يا صنعته? واحد اللي 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 شجر اكس ده اتفقنا مع بعض ان ده الجليكوز. طيب انا لما يبقى عندي الجليكوز مضروف في خمسة. يعني عندي خمسة جليكوز مشكوا مع بعض. يعني انا هعمل بوليساكرايت. هعمل بوليساكرايت. مين من دول بقى يجي بوليساكرايت? خلي بالك. الجليكوز سي سكس اتش تويلف او سكس. في خمسة. هيبقى الرقم الطبيعي بتاعي في في هيبقى الرقم الطبيعي بتاعي. سي سيرتي. ها? اتش. سيكستي. او ثيرتي. ده كلام جميل. بس انت غلطان. ليه? انت ربطت خمسة جليكوز مع بعض. اهم. ادي الخمسة جليكوز اللي احنا ربطناه. حلو الكلام? عشان تربط خمسة جليكوز هتعمل اربعة بند. ادي البند الاولى. ادي البند التالتة. ادي البند الرابعة. ادي البند الخمسة. اللي هي الجليكو ست. والحتة دي حتة رياضة بقى. انا عشان اربط مع بعض. ده التوتل نمبر بتاعهم اللي هو سي سيرتي اتش سيكستي او سيرتي. تمام? بس الاجابة غلط. ليه? الاجابة غلط? لازم تنقص المية. لازم تطلع فور ماليكوز ووتر. تا مينس فور ماليكوز ووتر. لانك عملت اربعة بند. طيب. الفور ماليكوز ووتر فيهم ايه? الووتر ماليكوز اتش تو او. تمام? الووتر ماليكوز في اتنين اتش وفي واحدة اكسوجيناية. انا عايز اناقص اربعة ووتر ماليكوز. طيب الاربعة ووتر ماليكوز فيهم كم اتشاية? فيهم تمانية اتش? فيهم تمانية اتش? فيهم تمانية اتش? الاتش تو او الماليكوز بتاع المية في اتنين اتش. انا هفقد اربعة مية. يبقى معنا كده ان انا لازم انقص تمانية اتش. طيب الاربعة مالك الفوتر فيهم كم اكسجيناية? الاربعة مالك الفوتر فيهم اربعة اكسجين لان كل مالك في اكسجيناية واحدة. انا هفقد اربعة مية يعني هفقد اربعة اكسجين. فاطمينس بقى يا باشي. هاطمينس من الهايدروجين اللي هو الستين تمانية. يبقى عندك الهايدروجين بتاعك بقى فيفتيتون. طب هاطمينس من الاكسجين اللي هو سيرتي اربعة هيبقى كامل او صنعتو? يبقى بالتالي الرقم الطبيعي بتاعك سيرتي ها اتش فيفتيتو او ها تويني سكس عايز تمانية تمانية جليكوز يمسيكوا مع بعض اهو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ماشي انا همسك تمانية مالك مع بعض عدد الووتر اللي يحصل لها ايه سبعة اللي هي عدد البوند ادي واحد ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة باستمرار عدد الووتر اقل في حالة في حالة تكوين البولي سكراي عدد الووتر اقل من عدد المونمر اللي مشاركة بان. فانت عندك كام تمانية هيتحدوا مع بعض هتنقص منهم واحد تجيب المية اللي هي كام سيفر. طبعا سكر الريبوز. الريبوز. بيخش في تركيب الار ان ايه? اللي هو الريبوز شجر. اللي هو زد. تعرف ان الماظر ملك كومبوننس. الراجل مكونات الملك اللي هو اللاكتوز. واللاكتوز دا دايساكرايد. والدايساكرايد اللي هو مين هنا لو سمحتوه? اللي هو اختياره اشي. خلي بالك السؤال ده حلو. هيبقى السلولوز قول لي. لانه بيبني عندي السلول. السلولوز ده بيبني مادة مين لساعته? السلول اللي هو الجدار بتاع البلانت السل. الجلايكوجين ده مغزي. احنا السلولوز ده بيتاكل النشا. الدورة دي بيتاكل ما بيبنيش حاجة. الجلايكوجين برضو بيبقى موجود في قلب الكبدة في قلب الليفر والمصر بيتاكل. السلولوز طبعا لها المغزي. لكن اللي بيبنيه هنا مين لساعته? السلولوز. وتشوف زفأ لهم. ل blankets. extensively under From خلي بالك كده. خلي بالك. مين من دون لما فككوا? ما يديش حاجة متمثلة. منمن زي بعضه. لان الساكروز لما يتفك سيدي جليكوس بلاس فاركتوس والي اثنين مش ايدي انتكال لبعض يعني مستمتركن لكن الجلايكوجين لما يتفك الجلايكوجين عبارة عن مئات الجليكوز ماسكة مع بعضها يعني جليكوس مع جليكوس مع جليكوز فلما تفكو يدي جليكوس طبعا نفس القصة الجلايكوجين برضو عدد كبير جدا من الجليكوز ماسك مع بعض فالستارش عبارة عن مجموعة من الجيليكوز عادةها كبيرة جدا مسكة مع بعض المالتوز لما يتفك عبارة عن جليكوز ما المالتوز عبارة عن 2 جليكوز فالتلاتة الاخرينيين دولما يتفكوا او يحصلوهم هيدروليسز يدي منوميرز من الجليكوز لكن الحالة دي اللي هو الساكروز بيدي جليكوز زايد فراكتوز المونوساكريد كنتين المونوساكريد اللي هي عمك فراكتوزam جلوكوز المونو ساكرايد فيهم من 3 للخمسة من 3 ال 6 اكسيجين اتوم او من 3 ال 6 هيدروجين اتوم طيب فيهم 3 هيدروجين اتوم لا ده عدد الهايدروجين بتاحهم ما يقلش عن سريع وما يزيدش عن 6 تمام لان مثلا المشهول بتاحهم كان C6H12O6 فاحنا قلنا ان المونو ساكرايد باستمرار عدد الكربون بتاحها من 3 ال 6 وعدد هيدروجين بتاحها وعدد هيدروجين بتاعها من 6 ل 12 فما ينفعش يكون فيها 3 هيدروجين بس طب فيها 3 اكسجين اتم بس مش جاية طب فيها من 6 ل 12 كربون اتم لا الكربون بتاعها من 3 ل 6 ماشي يا شباب فافضل اجابة عندي اللي هي من 3 ل 6 ايه يا صمحتم من 3 ل 6 اكسجين اتم ايه في نوزت زي ننبره في هيدروجين اتم انا منوساكرايت عدد هيدروجين اتم في حالة المونوساكرايت ماشي عدد هيدروجين اكس ليه يا باش هاف اكس اقول لك لان انت عندك اصلا الريشيو كام النسبة ايه يعني انت عارف ان الكربون بالنسبة لهايدروجين نصه او ان الهايدروجين بالنسبة للكربون ضعفه فلو انا بقول لك ان الهايدروجين اكس وانت عارف ان الهايدروجين ضعف الكربون يبقى معنا كده في الحالة دي ان الكربون هيبقى هاف اكس الكربون يبقى في الحالة دي ايه يا صمحته هاف اكس مالك خلي بالك الساكروز الواحد معايا كده الساكروز الواحد عبارة عن جيليكوز وفاركتوس طيب انا لما فك تلاتة ساكروز يديني تلاتة جيليكوز وتلاتة فاركتوس تلاتة ساكروز هيديني تلاتة جيليكوز زى التلاتة اللي هي صنعتها فاركتوس طيب ايه الاسم بقى التجاري بتاع الجيليكوز الجيليكوز ده اللي هو الجريبس ايه شوجر طيب والفاركتوس الاسم بتاعه اللي هو الفروت شوجر طيب فانا لما بعمل هيدرولس ازز عملية التفكيك يعني الي ساكروز هيديني سري مالك اللي هو في جيريب شوجر يعني كأنه تلاتة جيليكوز زى التلاتة فاركتوس الاسم التاني ليهم يعني مين الواي ده? خلي بالك. هو مدينه ايه? مدينه ايه? مدينه او في درجة الحرارة. واي درجة زوابانه عالية في درجة الحرارة ايه? العادية. اكس و واي درجة زوابانه اقل اقل من الواي. درجة الزوابان بتاعته اقل من ايه? اقل من الواي. طيب هو مين اللي بيدوف في الناس دي? مين اللي دوابانه عالي في الناس دي? اللي استرش ما بتدوبش. خش عندك المطبخ هتلاقي منطق حاطة تنشح في قلب التلاجة وما جرلهاش حاجة. لسه صوت زي مية. السيلولوز ما بيدوبش. اشر البطيخ شوف هو مرمى عندكه في المطبخ مش هيجرله حاجة. الجلايكوجين ما بيدوبش. لكن الساكروس يدوب. الساكروس دوابانه عالي لانك لما تحت الساكروس في قلب المياه يدوب لكن لو حطيت الكبدا في المياه مش هتدوب. لو حطيت. النجحة في قلب المياه . البردة مش هتدوب. العيش مش هيدوب في قلب المياه اللي هو citage. دعلي بالك. احنا عندي الموموساكرايد اكتر ناس تدوب وراها الدى ساكرايد. اقلهم في منو سامحتو البولوساكرايد. طيب بما انه بيقول لي ان ده عنده هاي عنده درجة زوابان عالية يبقى ده مين يا باشا ده الدايساكرايد وقت ازا الشوجر مالك لزا تكونتين تويلف كاربون اتم تويلف كاربون اتم يبقى دايساكرايد مين من دول دايساكرايد يعم الساكروز لان الجليكوز والفاركتوز والجالكتوز كلهم مونوساكرايد عدد الكاربون بتاحهم مايقلش عن تلاتة ومايزيتش عن ستة الساكروز عدد الكاربون من سبعة الالتناشر فاللي عنده اتناشر كاربونايا هيبقى الدايساكرايد اللي هو الساكروز واللي عنده كاربون يا ابني اكتر من سبعة من سبعة الاطناشر ده ده مستر تمنتاشر ده CUBA يبقى uLisacraيد الاثنين دول ممالو وسي ده هو واللي اكتر من تلاتاشر ده ULisecraction هاتلي عدد النهاية للجليكوز والفاركتوز والجالكتوز مالك الريسبيكتيفلي خلي بالك عايزي الجيليكوز ماشي ورا الفاركتوس بالاف ورا الجالك جالكتوس بالترتيل جيليكوز فاركتوس جالكتوس بالترتيل منين بقى لما اعمل هيدروليسز لتويني مالك الوف مالتوس خلي بالك عشرين مالتوس المالتوس الواحد اكتبوا راية المالتوس بيدي اتنين جيليكوز المالتوس بيدي اتنين جيليكوز فلما يبقى عندي عشرين مالتوس يبقى عدد الجيليكوز عشرين في اتنين يعني معنا كده انا هطلع اربعين جيليكوز يبقى انا لما اعمل هيدروليسز لعشرين مالتوس يدينا اربعين جيليكوز كتبت عدد الجيليكوز هو اربعين طيب ماشي ايه تاني بقى؟ 10 molecules of lactose واحد الناه اللاكتوز الواحد اللاكتوز الواحد بيطلع جيليكوز وجالكتوز وجالكتوز جيليكوز وجالكتوز خلي بالك اللاكتوز بيطلع واحد جيليكوز زائد واحد جالكتوز طيب انا عندي عشرة عشرة لكتوز عندي عشرة لكتوز يبقى هيطلعولي كمان عشرة جيليكوز حطوهم تحت اللاكتوز وهيطلعولي عشرة جالكتوز حطوهم هناك يبقى لما فوقك لما عمل هيدروليس لتان مالكتوز هيطلع لي عشرة مالكتوز حطتهم مع الاربعين الاولانيين وهيطلع لي كمان عشرة مالكتوز من الجالكتوز حطتهم هناك طب نكمل اذاكر الساكروز بيدي جيليكوز وبيدي فراكتوس. وبيدي فراكتوس. السكروز بيدي جيليكوس وفراكتوس. طب انا عندي عشرة سكروز. يبقى هيدينا عشرة جيليكوس. اكتب العشرة جيليكوس هناو. وهيدينا عشرة فراكتوس. اكتب تحت الفراكتوس عشرة. ميبقى المحصلة النهائية اللي هتطلع لي بالترتيب كام? ستين جليكوز اربعين عشرة 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 فراكتوس عشرة جالكتوس يبقى الاجابة الطبيعية بتاعتي اللي هي اختيار دي مالت شجر ده المالتوز يا حبيبي وانت عارف ان المالتوز عبارة عن اتنين جليكوز مع بعض يعني حاجة شكل بعضها دايرتين مثلا جليكوز مع جليكوز لكن هنا قال لك ايه شكل مسلس مع شكل مربع طيب مها كده مسلس ميتريكال طيب هنا سيركل مع بوكس مسلس ميتريكال طيب هنا تريانجلر مع سيركل مسلس ميتريكال شيء المالتوز عبارة عن اتنين جليكوز مالتوز فاختار شكل هندسي يوضح ان الاتنين دول شكل بعض طيب ما بحدش تزاكى بقى يقول لي لو موجود بوكسين جنب بعض ينفعوا اي حاجتين جنب بعض شكل بعض ينفعوا يبقى مالتوز وقت ازا شجر مالتوز زاد كونتين مور زان تويلف تويلف كربون اتم مور زان تويلف كربون اتم يبقى انا بتكلم على بوليساكرايت من من دول بوليساكرايت السليلوس المالي هو الاختيار الاول لان الجليكوز ده مونو الفاراكتوز مونو الجالاكتوز مونو عدد الكربون بتاعهم من سريء لسيكس وات ازا ننبر اكسجين اتم رمز الريبوز على طول سي فايف اتش تن او فايف. يبقى عدد الاكسجينينا كام? خمسة. واتشوف زا فالونج ستيتمنت ايه? بالروحة. لو واضح كده ان وي ده مونيمر كل دايرة من دي ربريزنت الواي. واكس ده مجموع الواي ده كله على بعضه. يعني لما واحد واتنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة اتحده مع بعض جاب لي اكس. يبقى اكس ده جاي من عملية اتحاد الناس دي مع بعض جاب اكس. اتحاد الناس دي مع بعض جاب اكس. فنشوف بقى يقولك ايه الجملة الصح? طيب انا هقولك الجملة الصح الاول وبعد كده نشوف الباقي غلق ديه. طبعا اكس جاي من تجميع سبع ملكل مع بعض. الجملة صح. طيب نشوف الاختيارات الباقية. هالمنطقي ان اكس اللي في سبع واي مع بعض يبقى حجم الواي الواحد اكبر منه طبعا غلط. طيب اكس رزالتت فروم اكسيديشن. اكسيديشن عملية تكسير. هنا عملية تجميع الجملة غلط. هو جاي من عملية بولبروميزيشن مش اكسيديشن. طيب. هالواي مواصفاته نفس مواصفات الاكس? لا. اكس ده عمل ذي اللي هو البولي ساكرايت. واي عمل ذي المونو ساكرايت. وانت عارف ان صفات المونو مختلفة عن صفات الايه? الواي. الواي هي صفات اكس. خمستاشر. خلي بالك من الترتيب. حلو. اكس عنده ستة كربون وعنده اتناشر هيدروجين وعنده ستة اكس. يعني عمد زي الجليكوس كده. طيب التاني الواي عنده عنده الكربون اتناشر. يبقى سمونه واي ضاي. ايه اللي هيمتج من ارتباط كزا اكس مع بعضه. كزا اكس مش اتنين. بولي ساكرايت. بولي ساكرايت تكون. ستخلي بالك. مين في دول بولي ساكرايت? الملتوس ضاي ما تنفحشي. اللاكتوس ضاي ما تنفحشي. اللي تنفح. والجليكوس انتنفح. بس انا هاختري الجليكوس. اسألني ليه? لان بيقول لك مين البولي ساكرايت اللي هتكون جوا جسم الانسان. جوا جسم الانسان يبقى الجليكوسن بتتخزن جوا الليفر وجوا المصل. اللي ستارش ما تنفعشي. اللي ستارش دي موجودة في قلب البلانت بس. افزا كومباوند اكس ازابرتو في كومباوند واي. لو اكس جزء من الواي. ماشي. بس يا باب. لو اكس اللي هو الجليكوس. جزء من واوش. حلو الكلام كده? وبيقول لك ايه? انت عارف مين اللي بيبقى موجود جوه عصير القصب? اللي بيبقى موجود جوه عصير القصب الساكروز? الساكروز. اسمه الكن شجر اصلا. فلو اكس الجليكوس جزء من الواي. والواي ده الكن شجر. يبقى واي ده مين? ابقى الكن شجر ده اللي هو الساكروز. الاسم العلمي. الاسم التجاري للساكروز. سكر القصب. تعالي نشوف. وان وفور. وان وفور. هنا كده. بيقول لك ايه? واحد. بيرتبط مع الجليكوس. ويرتبط مع الجالاكتوز. ويرتبط مع اي يد الساكروز. الوحيد الي يقدر يرتبط مع الكل ده الجليكوسة. عشنا نقفل كل. ده الجليكوس. مع جالاكتوز يدي اتنين اللي هو يبقى الموتوس. عشان لو طلب منك اتنين. يبقى اتنين ده الموتوسة. وجيليكوس مع جالاكتوز يدي رقم تلاتة عشان لو طلبه منك. وجيليكوز مع مين بقى يا جليكوز مع فراكتوز هيدي مين يا باشا هيدي الساكروز. تمام? انا عايز منك مين بقى? انا عايز منك واحد واربعة. يبقى واحد ده الجليكوز واربعة ده الفراكتوز. ده اجابة السؤال انا حلته كله. عشان لو طلب منك اتنين تلاتة ايا كده. ماشي. اثناء تكوين الجليكو بتطلع عند مية. وات ازا ايه? وات ازا ملك لالفورملا اف سري جليكوز مالك. سري جليكوز يعام اهو. اهو. في تلاتة. يبقى الرقم كام? سي اتين ها اتش سيرتي سكس او اتين. كده انت حلت صح? كده انت غلطان. ليه غلطان لانك ما طلحتش المية. قصد انت مربط تلاتة جليكوز مع بعض. قدي المالك الاول ودي التاني ودي التالي. عشان تربط تلاتة جليكوز مع بعض انت هتطلع اتنين مالك لانك هتعمل اتنين بوند. البوند دي والبوند دي. فلازم تنقص هنا مية. ولازم تنقص هنا مية. يعني لازم تنقص اتنين مية. فاسأل نفسي. هما الاتنين مية فيهم كام اتش فيهم اربع اتش. طب فيهم كام اكسجن فيهم واتنين اكسجن. يبقى طلع الرقم بقى سي اتين ها اتش سيرتي تو او سيكستين. هو ده الرقم الطبيعي بتاعك ودي بقى دي اجابتك ايه صح. وقت ازا ننبر عدد المية اللي هتطلع لما نجمع عشرة مالك المعباة. ما انا اقيل لك ان عدد المية اقل من عدد الموني مربوون اهو وهرسمهم برضو ادي واحد اتنين تلاثة اربعة خمسة يا عام شان البسماغيه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عشرة مالك. لما تعدي البوند ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. يبقى عدد الموتر اللي هيطلع هو عدد البوند اللي هو ما Heim. اللي هو اقل من الموني مربوان. خلي بالك عدد الهايدروجين والاكسجين يعني عدد المية يعني مية بص يا وحش الكون ادي واحد مسك مع اتنين مسك مع تلاتة مسك مع اربعة مسك مع خمسة حلو الكلام كان هتطلع كام مية هتطلع واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة مية اربعة مية حلو اربعة او فور اتش تو او السؤال بقى هي الاتش تو او دي فيها كم اتوم فها تلاتة فها اتنين اتش وفيها او فها اتنين اتش وفيها او تلاتة اتوم يبقى انا عايز عدد الاتش مع ال او اللي طلعوا كلهم يبقى اربعة في تلاتة لان كل مالك اللي فيه تلاتة اتوم اتنين اتش مع او يبقى معنا كده ان العدد التوتل بتاع الهايدروجين والاكسجين اللي هيخرب اتناشر اتناشر يا شباب تولي وقت الزا نمبر وفوتر ماليكل زات رزلطة فرون فورميشن اففايف مالتو الشجر هنا الاجابة فايف هو عدتوه ليه يا معلم لان احنا قلنا في حقا في الحصة عدد الووتر ماليكل في حالة البولي ساكريت اقل من عدد الموني مربوان يعني البولي ساكريت يبدأ من تلاتة ماليكل ماشيين مع بعض تلاتة ماليكل انا عملت اربعة عدد المية كده كام تلاتة طب لو بقى خمسة يبقى عدد المية اربعة طب لو بقوا ستة عدد المية كام خمسة في حالة اللي هو عدد الووتر اقل بوحد طب في حالة عدد الووتر هو نفس عدد الماليكل انا بقولك انا عملت خمسة مالتوز يعني ايه ادي مالتوز اول اهو ده مالتوز الاول هيطلع مية واحدة هيطلعي اتش توقو طب هعمل مالتوز هيطلع كمان اعمل اس tour ده مالتوز لواحده هيطلع كمان مية هعملها هيطلع كمان مية انا عملت المالتوز خمس مرات كل واحد منه المستقل بزاته يبقى انا هطلع مية خمس مرات تخلي بالك في حالة الداي ساكرايت عدد المية بيساوي عدد عدد الموتر بيساوي عدد المالك اللي انت هتعملها في حالة ال ايه الداي ساكرايت ده كان بالنسبة للجزء ال ايه الاولاني الخاص بالمعاصر وان شاء الله نبدأ جزء جديد بتاع الخاص بالأزهر سورس واسئلة ال اي كي بي والسلام عليكم